السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا من صن عدماء إليكم في سلسلة الفيفر كارد الحلقة أو الحزمة الثامنة شكرا لكم لدعمكم لحلقات الماضية وصلنا أكثر من 25 ألف ورائحين إلى 30 ألف الحلقة الماضية أتمنى كذلك في دعم لهذه الحلقة لكي نستمر نشكر أخونا حيدر على تفضل في مسك محاور هذه السلسلة والعمل عليها من خلف الكواليد فهذا حساب أتمنى تابعون حسابها في تويتر وتشكرونه لأنه يستحق دعم تعب في بحث وترجمة السلسلة بهذه الطريقة وإن شاء الله تكون ممتعة لكم وكذلك أتمنى تابعون حسابي في تويتر يصلكم كل جديد وعن بالفيفر كارد وغير الفيفر كارد والآن أعيد أقول لكم سلسلة الفيفر كارد غالبا مش حرق هي للإنمي والمانقا وأي شيء يظهر حاليا هو ظهر في الإنمي أي معلومة لم تظهر في الإنمي صعب تظهر في الفيفر كارد لذلك خلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق طيب في البداية خلونا نتكلم من أول شخصية يعندنا في الفيفر كارد على وهو سيزر كلاون سيزر عمره 40 سنة الطول 309 سنتيمتر الميلاد الجروند لاين كون سيزر صانع الساد فهو كان لها سبب كبير في المآسي اللي حدثت من بداية العالم الجديد من ديروس روزا إلى وانو المآسي اللي يقصد بها هي الحزن ونعرف ان فاكهة الساد او السمايل او الفواكه اللي صنعها سيزر هي لها أثر كبير ضد المجتمع مش مع المجتمع فذكر في الفيفر كارد بان سيزر يمتلك فاكهة الغاز بحكم انه يمتلك خلفية علمية قوية جدا فهو وصل الى توليفه مناسبة جدا وجعل من الفاكهة قوة جبارة في يده وطور منها علمية وطور منها قتاليا كذلك تم التأكيد بانه عمل مع جاج ابو سنجي وكذلك مع فيجابانك في احد السنوات الماضية تم اعتقاله في ارك البانك هازارد ولكن في النهاية فر من الاعتقال من السجن واخيرا كان اخر ظهور له في ارك البيغموم وبعد الحادثة اللي صارت في ارك البيغموم استطاع الهروب والان سيزر كلاون مكانه مجهود تماما الشخصية التالية له وهي مونيت مونيت رأيناها في ارك ديريس روزا تابع دفلمينغو مونيت عمرها 30 سنة الطول 227 الميلاد الازرق الشمالي ذكر في بطاقة الشخصية لشخصية مونيت بانها تم انقاذ مونيت وشقر اختها طبعا شقر هذا الشيء اللي الناس ما تعرفها في الفيفر كارد ذكر بان مونيت اخت شقر وتم انقاذه من قبل دفلمينغو من قبل 13 سنة من بيئة قاسية جدا جدا وتم اعطاءها فاكهة الثلج ذكر كذلك في الفيفر كارد بان مونيت تمتن امتنان كبير جدا لدفلمينغو لدرجة انها راح تضع حياتها على المحك وراح يعني انطحي بنفسها لاجل هذا الشخص اللي هو دفلمينغو ذكر كذلك بان فاكهتها قوية وقاتلة جدا تستطيع بان توقف لأفكار اعدائها عن طريق الثلج وتخليهم او تجعلهم ينامون ويموتون في سوبات عمين واخيرا تم التأكيد بان مونيت تم تشكيل جسدها بالاجنحة والامور اللي شفناها في بنك هزارد عن طريق فاكهة ترافل قارد دي لو بطريقة باستخدام الروم واخيرا لم يتم التأكيد بانها قتلت او ماتت بشكل مباشر فيها لفن وعما ولكن ذكروا بان اخر حادثة ظهرت في التايم لاين لمونيت بان كان يمسك سيزر له قلب مونيت ومن ثم من طعب هذا اخر تحديث لمونيت وهنا يتضح للمتابع بانها ماتت ولكن يعني ما في تلميح مباشر بعد تمت او قتلت الشخصية او توفت الشخصية في ذيك الفترة لكن يعني بدهيا ترى بانها قتلت في هذا المكان اخر نطاح بانها لا تمتلك مكافأة الى هذه اللحظة وننتقل الى الشخصية اللي بعدها الشخصية التالية وهو بيرغو بيرغو العمر 41 سنة الطول 247 الميلاد الازرق الشمال بيرغو يمتلك هكي التسلح والملاحظة اضافة على ذلك هو يستطيع تغليف عصات البامبو الضعيفة جدا ويجعلها مليئة بالهكي التصلب او التسلح بطريقة مذهلة جدا ويجعلها اقوى من الفولات تعلم هكي التسلح لدرجة انه يستطيع تغليف جسده بشكل كامل طبعا ذكر بان فيرغو كان كوروزان الاول قبل اخو دفلامينغو اللي هو روشو نانتي وسلم الاسم هذا لاخوه قبل 17 سنة اقصد باخوه اخو دفلامينغو اللي ظهر باسم كوروزان في اركان ديرس روزان وبعد ذلك طلع من العائلة وذهب بمهمة سرية بعدها بسنة انضم الى البحرية وزي ما شفنا في الاحداث بعد من انضم البحرية يعتبر هو يلعب على الطرفين وجسوس اخر شيء ظهر عن فيرغو بانه لم يتم التأكيد بانه تمت هزيمته وقتله في ارك البانك هازارد ولكن هذا ما يتضح بناء على صياغ الكلام ذكر في الفيفر كارد بانه كان في الانفجار اللي صار في البانك هازارد في اخر لحظات المعركة اللي صارت وهذا كان اخر شيء ظهر في التاين بلاين اللي يخص فيرغو فتستنتج بانه مات ولكن لم يتم تذكر بانه مات بشكل قاطع ولكن يتضح بانه بعد اصابته من دوفلمينغو وهزيمته وانفجار المصنع بشكل كبير يوحي لك ان الشخصية تمت هزيمتها او تم قتلها ولكن اذا جاء بعد فترة ورجع فيرغو بطريقة او باخرى الكاتب يستطيع اقناعك بانه هناك شخص انقذ فيرغو باللحظات الاخيرة انقذ باللحظات الاخيرة يعني فيه اشياء ما تكون واضحة حاليا لكن اللي يتضح حاليا بناء للجمهور والمتابعين بانه فيرغو تمت هزيمتها وقتلها طيب خلونا نبدأ في حاجة مختلفة نوع عمان نتكلم عن ايش مجموعة اسمها الجي فايف تبع البحرية الجي فايف هي مجموعة تنقسم او تندرج تحت البحرية قائدها سموكر وسموكر امر جميع اتباعه في هذه الفرقة يرسمون على صدورهم شعار البحرية لكي لا ينسون اصلهم وما يهربون امام كل القراصنة او امام القراصنة الجي فايف تنقسم الى خمس اقسام قسم الاول يقود سموكر القسم الاخير يقود شخص اسمه ياري سوقي وهذا ياري سوقي ظهر في احد الاغلفة مع كاريبو في اغلفة ارماني الجي فايف تمتلك ثلاثمائة عضو في هذه الفرقة والثلاثمائة متوزعين على ست سغر واخيرا سموكر ترقى ليكون قائد لجي فايف في احداث البانك هزر ننتقل الى الشخصيات الاخرى وهذا الحق نعمة مختلفة فعندنا شخصيتين الاخوة ييتي او يايتي اعمارهم خمسة وعشرين سنة الطول اربعة لا ومتين وخمسين سنتيمتر الميلاد الجراند لاين والمكافأة اللي عليهم عشرين مليون بيلي واثنين هم في مكافأة واحد وهذا شي فيريد من نوعه ومجموع مكافأتهم اربعين مليون بيلي هم اخوان تأم ولده في نفس اليوم ويعتبرون عمالقة من فصيلة غير معروفة بتاتا واخيرا هم يعتبرون اطول من العملاق اللي ظهر في عرك الميرين فورد اللي اسمه اوز احد اتباع اللحية البيضاء الشخصية التالية اللي هو التنين رقم 13 او دراجون العمر لم يكتب او لم يذكر رأيها كم عمره الطول 7000 سنتيمتر الميلاد الجراند لاين العالم الجديد حلونا نتكلم الان عن ايش هو التنين هذا او مين اللي صنع هو تنين صنع هفيقابانك في مختبرات بنك هازر هفيقابانك حاول انه يصنع مجموعة من التنين ولم يستطع الوصول الى النسخة النهائية الا بعد 13 محاولة المحاولة الرقم 13 انتجت لنا التنين اللي ظهر فيه بنك هازر اللي تقاتل مع رورونوا سورو البعن الجديد بالذكر بان التنين اسمه تنين رقم 13 واللي اعطاه هذا الاسم هو التنين السماوية واللي ذكر باحد المجلات سابقا بان التنين السماوية ترينيو يسحرون بالتنين فلذا لكم ملقبوا بهذا الاسم التنين رقم 13 يقول لك تصميم فيقابانك العبقري في صنع تنين بيلوجية خلاه يقدر هذا التنين بعد محاولات كبير انه يقدر يطيرهم ثم ينفذ النيران بطريقة عبقرية صنعها في معدة هذا التنين كذلك يمتلك مخالب حادة استطاع بها يقاف ضربات زورو في مواجهتها السابقة في بانك هازر الشخصية التالية الكل عرفها الى وهي كيمون كيمون العمر 36 سنة وطبعا هذا العمر اللي كان عليه سابقا قبل ما يقفز في الزمن 20 سنة الطول 295 الميلاد الغراند لاين وانو يمتلك هكي التسلح وهكي الملاحظة وبالطبع يمتلك فاكهة شيطان وهذه الفاكهة تمكنهم من استخدام بعض الأحجار على بعض الأشخاص ويقول كلمة دورن وبهذه التقنية يستطيع تغيير ملابس الشخص اللي قدامه كلنا شفناه في الأحداث اللي ظهرت في بكلمة واحدة يقدر يغير لبس الشخص باختياره للشكل اللي يبغى طبعا معلومات شحيحة نوعا ما لكيمون والآن ننتقل كذلك الى شخصية أخرى وهي مومونوسكي الوريث الشارعي لوانو كوزوكي مومونوسكي العمر 8 سنوات وهذا شيء راجع لقفزته في الزمن والمفرض يكون عمره 28 سنة حاليا ولكن عمره 8 سنوات لأن جسمها لم يتغير انتقل بالزمن هذا شيء محروف الطول 110 سنتمتر الميلاد الجراند لاين موبي ديك اللي ما يعرف من هي موبي ديك هذه صورتها هي سفينة اللحية البيضاء أقوى رجل في العالم ممتلك لفهاكي الملاحظة وهاكي الملاحظة متقدم جدا 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 يستطيع سماع كل شيء وستطع بها سماع والحديث إلى زونيشة وكذلك هو قدرته أكيد أفضل من قدرة لوفي السماع كل شيء وانتقل إلى الجهة الأخرى من العالم محاربين الشانديان خلونا نتكلم عنه هم محاربين ميلادهم وانشئوا في السكايبيا وكذلك الغراند لاين يقول لك زلاجات وايبر هي مسطولة تماما من الكايروسيكي وبالقدرة هذه والزلاجة العظيمة هذه سطاع بها إيقاف إنيل وتجميده عن الحركة في أرك سكايبيا وتم التأكيد بأن تم صنع هذه الزلاجة من الكايروسيكي اللي يصنع في وانو وهنا يعني أبحث أنت بخيالك واسمع النظريات الأخيرة اللي تتكلم عن وانو وجزيرة الدهب وكذلك سكايبيا ولكن هذا مش موضوعنا موضوعنا نتكلم عن الشخصيات والحقائف اللي ظهرت في المانغا والإنمي خلونا نسريد الآن ونتكلم ونتحدث عن محاربي شانديان الشجعان يقولك كالقرة يعد من مستخدمي الملاحظة ويعد كذلك من أقدم مستخدمي هكي الملاحظة هي عالم منبيس إلى الآن وهذا يرجع لعمره ما قد شفنا شخص بهذا العمر استطاع أو قادر يستخدم هكي الملاحظة البونغليف اللي في الجرس تم تسليمه إلى الشانديان لسنوان والمعنى بأن البونغليف هذا ينقل بالوراهثة الكبار نقولون اللي صار وإذا نشأوا جيل بعد جيل الجيل الآخر أو اللي بعده يحتفظ بالبونغليف وآخيرا الهدف الحقيقي والأخير لهذا البونغليف هو توجيه روجر إلى رحلته الأخير كذا نقفل بعض المعلومات التي تتكلم عن محاربي شانديان الشجعان ننتقل إلى الشخصية الرهيبة جداً وهو ختام هذه الحلقة الأسطورة القاد أو الملك إنيل إنيل العمر تسعة وثلاثين سنة الطول متين وستة وستين والميلاد سكايبي ذكر بأنه مستخدم للمانترا زي ما هم يسمون المانترا إلا وهي الملاحظة حكي الملاحظة وهو متقدم جداً 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 يقولك من خلال تلاعبه بالكهرباء في جزيرة السماء يستطيع السماع كل شيء يدور في هذه الجزيرة عندما وصل إنيل إلى القمر رأى جدار يوصف للمدينة القديمة للقمر ألا وهي بيركا اسمها بيركا وهذه المدينة تمتلك نفس اسم موطن إنيل الأصلي اللي هو دمره هو كان في موطن سابق قبل ما يطلع من هذه المدينة دمرها بتاتاً وهو اسم هذه المدينة هي نفس اسم النقش اللي شافه أو الجدار اللي شافه في القمر فير كارد كذلك أودا أو المشرفين على الفير كارد وضعوا زي الملاحظة في الجنب يقولون ما هي العلاقة بين الاثنين وحطين اللي هو علامة التساؤل وكأنه سؤال إيش العلاقة بين الاثنين المدينة والقمر إنيل ورحلة يعني فيه غمض بهذا الأمر وأكيد رح يرتضح نهاية القصة ورح يكون ربط عظيم جداً من شخصية إنيل أنه لا يمتلك أي ندم في حياته يعامل الكبير والصغير والنساء والرجال على سواسية يضربهم يقتلهم يهدمهم ما عنده أي مشكلة ما عنده أي ذرة ندم في حياته وأخيراً بعد تجميع إنيل جيشه في القمر هو يستعد لخطوته القادم وهي الخطوة الغير معروفة حالياً وأكيد لم يذكر بأنه يمتلك مكافأة عليه لأنه ما نزل ولا شاف البحري ولا تصدم معهم وأكيد هو يمتلك فاكهة أسطورية جداً فكذا خلصنا الحلقة الثامنة من سلسلة الفيفر كارد وبإذن الله موعدين بالاستمرار في هذه السلسلة وقدامنا تقريباً أربع خمس حلقات ندينا نغطيهم وأخيراً تو نزلت الفترة الماضية الإصدار الجديد من الفيفر كارد اللي ذكر فيها الكثير من المعلومات المهمة من أقوى مخلوق من طاقم وانو وما إلى ذلك فمتحمس جداً لسرد الأحداث ونقرأ الأحداث هذه نقرأ الشخصيات أو بطاقة الشخصيات الرهيبة هذه فهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى أنكم استمتعتم معنا وشكراً الممنتج على منتاج هذه الحلقة فأتمنى أن تتابعونا وتشكرونا الكل يجتهد على نفسه يجتهد لأجل القناة و لأجل عيونكم فشكراً لكم مرة أخرى وهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة يعطيكم العافية كما عودناكم سبحانك اللهم بحمدك شكراً لا إله إلا أنت أستغفرك واتب إليك لا تنسوا الاشتراك واللايك والشيء نشوفكم أهالا خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر